متعهداً بعدم التوقف حتى تحقيق ما يسميه النصر الكامل تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب في قطاع غزة التي باتت أقرب ما يكون إلى صراع طويل الأمد بلا نهاية واضحة داخل القطاع المحاصر تقول وزارة الصحة إن أكثر من 23 ألف فلسطيني استشهدوا معظمهم من النساء والأطفال كما تعرضت نحو 70% من منازل غزة لأضرار أو دمرت تماماً في حين لا تزال أهداف نتنياهو المتمثلة في تدمير حماس وإنهاء سيطرتها على غزة وتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة أبعد ما يكون عن الواقع حيث أظهرت الحرب حدود القدرات العسكرية للاحتلال في مقابل تعقيد شبكة المقاومة وبعيداً عن ساحة المعركة في غزة شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها ضربات جديدة ضد أهداف الحوثيين في اليمن رداً على الهجمات في البحر الأحمر التي تسببت في تعطل عمليات الشحن وهزت أسعار السلع الأساسية المرتبطة بتلك التدفقات في مشهد يؤكد خروج الحرب من القطاع إلى المنطقة وأعطائها تداعيات عالمية تداعيات الحرب ألقت بظلالها أيضاً على السياسة الداخلية للولايات المتحدة ما أثار موجة من الاحتجاجات في الحرم الجامعي وزاد من تأجيج الغضب تجاه البيت الأبيض في الوقت الذي يتجه فيه الرئيس إلى انتخابات مثيرة للجدل وعادت القضية الفلسطينية التي تجاهلها المجتمع الدولي لسنوات قضية محورية مرة أخرى في الدبلوماسية العالمية على الرغم من أن الطريق إلى حل الدولتين يبدو أكثر صعوبة من أي وقت مضى سنة المهداوي تيرتع